كثيرة هي المشكلات التي تعيق إكمال المعاملات الضريبية منها تشعب الإجراءات الإدارية التي تكلف المراجعين وقتا طويلا يصل في غالب الأحيان لأسابيع أمر دفع بالجهات المعنية لاتخاذ جملة من القرارات أبرزها إلغاء الحلقات الزائدة التي تمر بها المعاملة داخل فروع الهيئة خاصة بما يتعلق بالعقارات مراقب العقار مسؤوليتها تحقق من استعمال العقار من مكان وجوده تثبيت الأبواب تثبيت تاريخ الحدوث وهكذا فزن حلقة كانت زائدة في معاملات نقل الملكية وبالتالي يخفف عن المكلفين العبل المراجعة لأكثر من مرة فيما خص قسم العقار هذا الإجراء تحدث عنه جهات مسؤولة بأنه سيحد من عمليات الفساد ويقلل العباء على كهل المراجعين الذين يرومون ترويج معاملة ضريبية تحديدا بما يخص المنازل والمباني سكنية كانت أم تجارية اختصرنا الحلقة المراقب اللي هو يطلع كشف ويا المكلف أو ويا صاحب المعاملة لإجراء الكشف الموقعي يعني واقع الحال وتثبيته على بيان العلم والخبر ونفس الوقت اللجنة هم تطلع مرة له لجنة التقدير هم تثبت واقع الحال وتطيق قرارها المناسب حتى يثبت وينزل بسجلات 5000 اللي هي السجلات الأساسية بدلا ما كنا مرتين نحيله مرتين مثلا المعاملة من تجينه كنا نحيله مراقب ووراها يجي المراقب يقول أنه يوجد فرازات الفرازات نحيله للجنة هسا مباشرة اللجنة تطلع لقية فرازات تفرز من يمها مباشر وتطل قرار فيفيدي خدمة القرار راح يخدمه هميا لمدة ثلاث سنوات يقدر المواطن يراجع خلال ثلاث سنوات وبحسب متابعين فأن المؤسسات التي يتم من خلالها الحصول على جباية مالية من المواطنين بحاجة ملحة لتوفير مستزماتها الكافية وتشريع قوانين من شأنها الحد من عمليات الفساد التي باتت تنخر الكثير من الدوائر الحكومية علي خشان السومرية بغداد